اشتركوا في القناة على سلامة وصحة العمال منوها في هذا الشأن بأهمية مراعاة الجميع تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة المهنية تعزيزا لبيئة العمل المنتجة والآمنة والخالية من الحوادث المهنية إلى جانب القيام بالإجراءات التنظيمية بما في ذلك لاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل بما لا يؤثر على سير الإنجاز لأعمالهم مؤكدا في الوقت ذات حرص البحرين على تطبيق معايير العمل الآمنة والصحية في مواقع الانتاج هذا وكانت وزارة العمل وتنمية الاجتماعية قد استكملت استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار حيث قامت بحملات تفتيشية ميدانية على المواقع المستهدفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر